وإلى محافظة الإسماعيلية حيث داهمت قوات الأمن اليوم بؤرة إرهابية ودارت اشتباكات بينها وبين العناصر الإرهابية المسلحة ما أصفر عن مقتل أحدهم وقالت مصادر أمنية في تصريحات خاصة للحياة الآن إنه تم ضبط عدد آخر من عناصر تنظيم الإخوان كونوا خلية إرهابية وضبط بحوزتهم أحزمة ناسفة وقنابل يدوية معدة للتفجير